السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معاكم مزن المصري تحيات الكل المتابعين فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن توقعات الملاك الاسود الفيديو بتاعه موجود على نفس القناة بتاعتنا عاملينه حوالي من تسعة شهور عن توقعات عشية اتنين وعشرين قبل الحرب وقبل الكلام ده كله لو انتو رجعتوله هتلاقي ان بنسبة كبيرة من كلام الراجل ده تحقق هل نحن نؤمن بهذا لا طبعا تأكيدا لنفس المبدأ لا يعلم الغيب الا الله والله هو علام الغيوب واحنا متفقين مع حضراتكم عن هذا المبدأ دون التطويل في مقدمات في بداية الفيديو كل اللي محتاجين من حضرتك او حضرتك دوس لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت حبيت المحتوى وفعل جرس التنبيهات اما تقديرا للجهود دي بتاعتنا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد احنا بنستفادش اي حاجة غير ان غيرك يشوف الفيديو طبعا هنتكلم في هذا الفيديو من مبدأ لا يعلم الغيب الا الله وحده الراجل ده توقعته حصلت او ما حصلتش برضو يبقى هذا المبدأ هو العنوان الاكبر لقناة مساء الاخبار طيب السنة اللي فاتت قال ان فيه قوة عظمة في العالم قبل حرب روسيا وبأكد على الكلام ده والفيديو موجود تقدروا ترجعوله قال ان فيه قوة عظمة غير امريكا تظهر وتغلب امريكا بنسبة كبيرة وهي روسيا وبالفعل الراجل ده ملقب باسم الملاك الاسود علشان خطر هو من مدينة اسمها وانتال وهو بيعمل اعمال خير وكلام زي كده كتير والاي حد بيلجأ له بيقدر يدي له المشورة بناء على احلام هو بيشوفها للبنى ادمين والكلام ده كله طبعا الغيب عند رب العالمين زي ما احنا بنقول في كل فيديوهاتنا نبدأ توقعاته على طول لعشرين تلاتة وعشرين بيقول فيه حادث مهم جدا في بداية عام عشرين تلاتة وعشرين يغير مصاري العالم والمانيا تكون هي المارضة الاكبر يعني السنة اللي فاتت قال ان عشرين اتنين وعشرين روسيا هي اللي هتفوق كل الدول وبالفعل احنا شايفين ان روسيا هي يعني حتى كذبت اوكرانيا ما كذبتش هينا شفت الدنيا على العالم كله لكن هو بيأكد على ان المانيا هي الغالب الاكبر في عشرين تلاتة وعشرين وهتكون متحكمة في اشياء كبيرة وكثيرة والمانيا هتكون او هتدخل في صراع كبير مع روسيا لكن المانيا هتتفوق على روسيا كلام غريب جدا انا مش شايف ان حد في الفترة دي الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل ولكن في الفترة دي انا مش شايف ان حد قادر يتكلم اصلا عن روسيا او مع روسيا بالفعل لكن الراجل بيأكد ان المانيا هتكون لها قوة غالبة وهيكون عصر الالمان القوي يرجع من جديد طبعا بنواجه كل الاحترام والتحية لكل الناس في المانيا العرب علشان خاطر اللي بيسمعونا من هناك طيب هنتكلم عن دولة الجزائر لان دي من اهم الدول اللي هو تكلم عليها بيقول دولة الجزائر تلجأ لها معظم دول العالم ده الاكتشاف جديد في الجزائر مش موضح ايه هو الاكتشاف ولكن الراجل بيقول الخير يأتي من الجزائر وتلجأ كل دول العالم للجزائر انا مش عارف ليه ولكن بنوجه التحية والاحترام وكل الاحترام لكل الدول اللي هنتكلم عليها واللي تكلمنا واللي لسه ما تكلمناش طيب يقول المملكة العربية السعودية هي من اكتر دول العرب تتصدر المشهد بعد الجزائر وهتكون فيه علاقة طيبة ما بين الجزائر والسعودية في عشرين تلاتة وعشرين وهيكون ليهم بعض المناوشات ولكن هيطلعوا الرؤساء او هيطلعوا المسؤولين ويكذبوا كل ما من اشاعات في عشرين تلاتة وعشرين راجل بيوضح كلامه عشان تكون عارفين مكتوب بلغة فرنسية وموجود على الموقع بتاعهم ولكن احنا بنحاول نترجم هذه الاشياء في حاجات بتبقى للترجمة وفي حاجات بنقولها بالعامية اما كلامه عن دولة سوريا بيقول ان اهل سوريا في عشرين تلاتة وعشرين من اكتر الدول العربية اللي هتكون فيها تغيير للمصار يعني هيه تغيير للمصار يعني هيكون بدل الحروب بيقول ان بشايف جيوش بتخرج من سوريا وبيقول ان هي دي هتبقى بشرة خير لأهل سوريا اما بالنسبة للاقتصاب بيقول اكتشافات جديدة في سوريا بتخلي اقتصاد سوريا من افضل او من سيء للاحسن او للافضل يعني هتتحسن في عشرين تلاتة وعشرين واحنا نتمنى ده مش لسوريا بس لكل الدول العربية انا شايف ان معظم توقعات وتفاولية ولكن زي ما بنقول الله هو علام الغيوب ونتمنى ان هذه التوقعات الكويسة هي اللي تحصل ايضا الملاك الاسود بيتكلم او الراجل الطيب ده بيتكلم عن دولة العراق بيقول دولة العراق شايف مشهد قوي جدا لشعب العراق بينزل في الشوارع وبعد شغب لمدة تلات شهور بيتحقق كل مطالب اهل العراق وخير صدام حسين يقول الخير بتاع صدام حسين هيرجع للعراق او العراق مرة اخر يعني نتمنى ذلك وانا مش عارف في ناس في اهل العراق بتحب صدام وفي ناس ما بتحبوش ولكن الراجل قال كلمة حلوة جدا ودي اللي انا ركزت عليها اللي هو بيقول الخير اللي كان موجود على الايام صدام يعني نحن نتمنى الخير لكل الدول العربية ايضا بيتكلم عن دولة السودان بيقول شايف مشهد يعني من مشاهد الفرح لأهل السودان وتوحيد بيقول توحيد الكوترين يعني واستشهد كمان بعصر مينة موحد الكوترين في مصر بيقول في توحيد للكوترين مش عايف يقصد الشمال والجنوب ولا ان دولة السودان بتتحد مع دولة اخرى وبيقول شايف الجيوش بتاعة او جيش السودان بيتحرك لمساعدة دولة اخرى يعني انا مش عارف هل هو يقصد مثلا ان فيه جيش هيجي يساعد السودان ولا جيش السودان هو اللي هيساعد فيه حرب اخرى ايضا بيتكلم عن دولة مصر بيقول ان مصر هيفضل الخير فيها اليوم الدين هو اتكلم عن مصر في عشرين اتنين وعشرين وبالفعل اللي قاله هو اللي حصل او بنسبة كبيرة يعني ولكن بيتكلم ان مصر هيكون فيها خير ليوم الدين وبيقول موقع مصر الاستراتيجي بيخلي دول الغرب تلجأ لها وتترقص مصر قمة بعض الاجتماعات الدولية والمجتمعات الدولية ايضا بيتكلم عن دولة المغرب بيقول ان المغرب شايف ملك المغرب في زيارة مهمة جدا وبعد هذه الزيارة بتتفتح ابواب الخير للمغرب توقعات الراجل ده انا شايف ان هي يعني كويسة جدا وتمنياتنا لكل الدول بالخير بيتكلم بقى عن هولندا بيقول شايف مشهد اختيال لرئيس هولندا او رئيس الوزراء او احد الرجال الكبار في هولندا مش عارف هو ليه اخص بالذكر هولندا هل بالفعل ممكن يحصل ده او لا بيقول ايضا ارمينيا ليها جانب كبير جدا من الحرب في عشرين تلاتة وعشرين وهي بتساعد اما اوكرانيا او روسيا في الوقت الحالي هو بيقول كده لكن هتكون في عشرين تلاتة وعشرين هي واحدة من المتصدرين المشهد في عشرين تلاتة وعشرين طبعا زي بيقول لحضراتكم في الاول وفي الاخر ده مجرد تكهنات او توقعات كلامه عن تركيا بيقول ان تركيا في مشهد هزيل تركيا في مشهد هزيل في عشرين تلاتة وعشرين ورئيس تركيا بيقول رجب طيب اردوغان هيتعرض لوعكة صحية شديدة جدا في عشرين تلاتة وعشرين وهيخبوا هذا الموضوع وهيمتنع عن زيارة احدى الدول او زيارة مهمة كان مرتب لها ومش هيقولوا سبب وعكته الصحية طبعا يعني مع احترامي لكل الدول اللي تكلمنا عليها كل العرب اللي موجودين فيها هما اللي يخصوني لان العرب زي ما بقول اه وبقول في كل فيديوهاتي هما اللي بيفهموا اللغة اللي انا بتكلمها لها علشان كده احنا بنخاطب العرب اخر توقع الرجل ده قاله بيقول ان فيه فيضان في دولة عربية بيكون الفيضان ده اشبه باللجوء لسفينة نوح وبيقول ان مش هتعدي مش هيعدي عشرين ثلاثة وعشرين الا بوجود الفيضان ده وفيضان اه يعني بيقول كده حاجة من كوارس اه الدنيا السبعة ما عرفش ايه هما كوارس الدنيا السبعة هو رجل كاتب كده بالنص يعني مش عارف اكيد ده تشبيه بالفرنساوي او حاجة كده ان ده حاجة كارسة كبيرة طبعا لا يعلم الغيب الا الله وحده وبشكركم جدا كان معاكم اخوكم مزن المصري من قناة مساء الاخبار ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم مننا اشعار بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة